1-أكشن 3-2-1-أكشن يصرخ الفتى السوري مصطفى عبدالله بنبرة حازمة وهو يقف خلف كاميرته إذاناً ببدء التصوير ليباشر نحو عشرة أطفال عزفى وأداء أغنية شعبية في باحة في مخيم الشتيلة في جنوب بيروت تصدح حناجر الأطفال اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و14 عاماً بأغنية عن الحب والشوق بينما يعزف آخرون على آلات مختلفة ويتولى مصطفى وزميلته تصوير فيلم موسيقي قصير يندرج في إطار مشروع بعنوان فيلم اللاجئين على مدى ستة أسابيع تعلم هؤلاء الأطفال مع الشابة البريطانية آفرا إيفانز وزميلها النمسوي البريطاني شيام جونز المنظمين الرئيسيين للمشروع تقنيات التصوير الأولية وعملوا على اختيار أفكار الأفلام التي يصورونها مع الأطفال إنها المرة الأولى التي آتي فيها إلى لبنان بعدما تطوع إثنان من أصدقائي في وقت صابت بينهما أفرع للمجيء إلى هنا وتدريس الإنجليزية وبما أنني مخرج أفلام فكرت أنه بإمكاني القدوم لتعليم الأطفال كيفية استخدام كاميرا وكيفية التمثيل أمامها وكيف يصنعون أفلامهم الشخصية القصيرة ويهدف المشروع الذي تنفذه مجموعة من المتطوعين الأجانب بالتعاون مع منظمة أس بي أوفرسيز البلجيكية غير الحكومية إلى تقديم صورة عن الأطفال السوريين مختلفة عن تلك التي تجتاح وسائل الإعلام منذ ست سنوات وهي صورة الموت والتشرد والجوع ترجمة نانسي قنقر